هنتطرق لمواعيد المباريات طبعا مش سنقولها حضراتكم بالتفصيل دلوقتي ولكن سنعرضها بشكل أكثر تفصيلا خلال الحوار القادم وفقرتنا التالية الحوار التفصيلي عن كل ما أعلن عن طريق اللجنة الخماسية أو الاتحاد المؤقت حاليا لكرة القدم المصرية اتحاد الكرة الحالي في مصر وما أعلن فيما يتعلق بمواعيد المواجهات مواعيد مباريات ولقاءات وملاعب النادي الأهلي في الدور الأول في الدور الممتاز ده سيكون من موضوعاتنا المطروحة للتساؤلات والتعليق الناقد الرياضي الأستاذ أحمد عويس اتحاد الكرة المصري قرر حكام أجانب لإدارة مباراة السوبر بدأت اليوم لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الكابتن جمال الغندور كل ما يتعلق بالاتصالات أو إجراء الاتصالات اللازمة مع الاتحادات عدد من الاتحادات الأوروبية لاختيار طاقم حكام أجنبي لإدارة مباراة السوبر بين فريقاء الأهل والزمالك والمقرر لها يوم الجمعة المقبل على ستاد بورج العرب وصرح الكابتن جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بأن الاتصالات اللي بتجريها اللجنة حاليا في هذا الشأن شملت جميع الاتحادات الأوروبية عدد اتحادي صربيا وسويسرا حيث يحمل أحد مداربي الفريقين الجنسية الصربية بينما يحمل الآخر الجنسية السويسرية يعني حرصا على الحياد بأكثر درجة ممكنة استبعاد المخاطبات أو الاتصالات مع الاتحادين في كل من سربيا وسويسرا للابتعاد عن أي تقارب بشكل ما أو انحياز بشكل أو آخر يمكن أن يحدث من حكم من البلدين لمواطنه سواء كنا نتكلم عن المدير الفني للنادي الأهلي أو المدير الفني لفريق الزمالك وأضاف رئيس لجنة الحكام بأنه على ضوء ما ستصفر عنه هذه المخاطبات أو الاتصالات ستقوم اللجنة بالمفاضلة لاختيار الطاقم الأفضل والأنسب والإعلان عنه في وقت مناسب وأشار الكابتن الغندور أيضا إلى أن الاستعانة بحكام أجانب لإدارة سوبر تأتي انطلاقا من كون طرفي المباراة وما الأهلي والزمالك وتم الاتفاق بين لجنة الحكام ومجلس إدارة الاتحاد على أن يدير مباريات الدوري حكام مصريين فيما عدا مباريات الأهلي والزمالك اللي مفترض أن هذه اللقاءات لقاءات القمة حتى في المسابقات المحلية بين الأهلي والزمالك تقرر أنه يديرها وفقا لما أعلن عن طريق اتحاد الكرة المصري سيكون الاعتماد فيها على أطقم حكام من خارج مصر أو حكام أجانب وده كمان هيكون مطروح للتساؤل في الحوار مع النقد الرياضي أستاذ أحمد عويس هل ده هو الأفضل؟ هل نحتاج إلى تطوير أداء الحكام المصريين كجزء من تطوير المنظومة والتغلب على الأخطاء الموجودة في منظومة كرة القدم؟ دي كمان تساؤلات مطروحة خلال الحوار أو الفقرة التالية ترجمة نانسي قنقر